الـ Clinical Correlations of the Axelar رح تكون مقتصرة على الـ Arteries والـ Arteries بشكل عام اللي رح تكون around the scapula وهي اكيد رح تكون منطلقة من الـ Axelar region هاي اول نقطة النقطة الثانية رح تكون عن brachial ablexis رح نتحدث بعض التفاصيل البسيطة ما رح نتعمق جدا لانه اذا تعمقنا جدا يعني رح نروح للـ Surgery واحنا مو شغلتنا Surgery حاليا شغلتنا انه ناخذ فكرة الـ Anatomy يطينا فكرة عن الـ Abnormalities عن الـ Injuries اللي ممكن ان مواجهها بالمستقبل هذا فقط المحاضرات السابقة طبعا رح تلقوها كمقترح بها على يمين الشاشة الدخلون على بلايليست كاملة هذا الفيديو رقم اعتقد 27 صار لحد الان تابع المحاضر كمقترح بها من المحاضرات السابقة ؟ تدخل المحاضرات السابقة سوف تدخل المحاضرات السابقة ورقينا اشتراك هو الارتريز around axilla اكو بريسيجور معينة يعني يعتمدوها السيرجن احنا ما رح نتعمق بها رح ناخذ فكرة فقط عن انه اذا صار عندي لجن شنو اللي رح يساووا السيرجنس احنا بعدنا مو سيرجنس السيرجنس شنو اللي رح يساووا هذا الشي اللي رح انفهمه حبيت اشير لهاي النقطة قبل ان نبلش بالمحاضرة نبلش باول بارت من هذه اللاكتر وهو الكلاترال سيرجليشن around the scapula طبعا هذا هو عبارة عن axillary artery ناخذ ريفيجن سريع عنا عندي هذا الفيرس بارت of axillary artery السيكون بارت والثيرل بارت احنا قلنا الفيرس بارت رح يحتوي على برانش واحد فقط اما السيكون بارت رح يحتوي على تو برانشز اما الثيرل بارت رح يحتوي على ثري برانشز الفيرس برانش of first part of axillary artery رح يكون هو superiothoracic artery من بعدها بالسيكون بارت رح يكون الفيرس بارت عنده الفيرس برانش هو عبارة عن الثراكة acromial artery واللي رح ينقسم الى four branches ما رح ادخل بتفاصيل هن عنده السيكوند برانش of second part of axillary artery رح يكون هو عبارة عن اللاترال ثراسيك artery ويبقى عندي اخر بارت رح يحتوي على السبسكابيولار artery واللي هو عبارة عن ايضا هو السبسكابيولار ايضا رح ينقسم الى two branches اللي رح يكون circumflex scapular artery ورح يكمل continuation matta رح يكون عبارة عن الثراكة dorsal artery و البرانش البقية للثيرد بارت رح يكون anterior والposterior circumflex humeral arteries بهذا المعنى اه ليش دراج هذا الشيء لانه احنا رح نحتاجه لهذا الشيء طيب اه طبعا قبل الارتري هذا الشيء ما اخذنا لانه هو جزء من النك والنك احنا بعدين ندرسهم والان اه ولكن ادنا شيء اسمه السبراسكابيولار ارتري السبراسكابيولار ارتري احنا ما اخذنا مسبقا او اشرنا الى اشارة بسيطة اليوم لازم شوية نتعرف عليه اكثر بهذا المعنى و ادنا ارتري الثاني رح نتعرف عليه ايضا خلال هذه الاكتر طبعا هذا هو عبارة عن السبرا السبراسكابيولار ارتري السبراسكابيولار ارتري طبعا قبل لنتحدث عن السبراسكابيولار ارتري نتحدث عن السبراسكابيولار نوت السبراسكابيولار نوت هو مثل يعني مثل ما نشوف هو عبارة عن هذه النوت اوكي طيب اكو طبعا مو كل البشر عدهم هذا الشي اكو بشر عدهم السوبرير السوبر اسكابيولار لجامنت هذا اللي جامنت اللي اسمه سوبرير ترانسفيرس اسكابيولار لجامنت او ممكن نسميه السوبر اسكابيولار لجامنت اكو بشر عدهم هذا الشي واكو بشر معدهم البشر اللي عدهم هذا الشي هاي بعد ما نسميها نوت نسميها فعيمن بهذا المعنى اما البشر اللي ما عدهم هذا الشي فرح نسميها نوت البشر اللي عدهم هذا الشي رح يكون أني عندي هذا السuprascapular artery رح يكون فوقه رح يمر فوقه Pass over the suprascapular ligament والsuprascapular nerve رح يكون تحت هذا ligament فهنا اثنينة رح يمر من هذه النوت اللي كانت نوت ولكن واحد رح يمر فوق اللي هو الارتري رح يمر فوق السuprascapular ligament أما الnerve رح يمر من تحته بهذا المعنى طيب الآن دخل هذا السuprascapular artery دخل الى السcapula رح يتفرع الى two branches هذا طبعا البرانش رح نسمي السupraspinus سupraspinus أو super spinus مو super spinus هذه المصل super spinus artery واللي تحته أو super spinus branch of suprascapular artery بهذا المعنى يعني بدرون ترتبوني الكلمات أساساً مرتبة أنت من تريد تصفها رح تكون الكلمات جداً مرتبة أما الانفيرير الفيرير بارت اللي هو رح يكون الانفرا spinus branch of suprascapular artery بهذا المعنى هذا هو البرانشز اللي احنا رح نحتاجهن حتى نفهم شونه معناة الcollateral circulation طبعا هذا الارتري أوكي هذا الارتري اللي هو عبارة عن برانشز أو برانش من أحد المين هو يجي من السوكلفين ولكن المين بالضبط وكل هالتفاصيل مو شغلنا الآن اللي شغلنا هو عبارة عن dorsal scapular artery اللي هو هذا أوكي رح يمر رح يمر medial للسكابولا بهذا المعنى medial أو خلنا نقول medial posterior للسكابولا تقريبا بهذا المعنى طيب هذين اللي رح نحتاجهن وعدنا أيضا تحدثنا عنه اللي هو circumflex scapular artery هذا هو طيب الآن احنا عدنا اكو circulation نسميها collateral circulation رح تكون موجودة على السكابولا نفهمها من خلال هذه الرسمة طيب أول نقطة عدنا هي أنه مثل ما قاعد نشوف هذا هو عبارة عن dorsal scapular artery هذا هو dorsal scapular artery هذا axillary artery كل اللي احنا نعرفه هذا رح يكون هذا الارتري اللي ورح يكون الثراكة dorsal artery نفس الارتري اللي يكون continuation للسبسكابولار artery ما قد نحن السبسكابولار يخرج مننا الكونتنواشن ماتا رح يكون الثراكة dorsal artery والساكن براتش ماتا رح يكون هو عبارة عن circumflex scapular artery احنا circumflex نخلي اللي هو هذا لو نشوفه من الخلف هو هذا يعني مضلل بهذه الطريقة حتى يبين انه هو صار خلف الاسكابولار يعني بهذا النوع طيب الان هذا الثراكو الثراكو dorsal artery قاعد يكون قاعد يكون انستموسيس مع الدorsal scapular artery ما قد نحن دورسال scapular artery يعمل انستموسيس مع عمة لا اله الا الله يعمل انستموسيس مع الانتركوستال يعمل انستموسيس مع الاسكابولار artery يعمل انستموسيس مع الذني الفوق اللي ينز الذني اللي هنا من السوبر اسكابولار artery يعمل انستموسيس مع الثراكو dorsal فهذا يذكروا يعمل انستموسيس مع عمة لا اله الا الله باختصار طيب الان هذا افهمنا ادنا collateral circulation شنو معنات collateral circulation collateral circulation خلي نسميها تسمية احنا نطلق عليها يعني بيننا نتفق عليها هي circulation احنا نعرف شنو معنات circulation كله احنا نعرف شنو معنات circulation طيب collateral شنو معنات collateral معنات الراجعة او العائدة هي شي شي خلي نسميها انه هي رح ترجع بشكل خلفي يعني البلد بشكل طبيعي من رح يجي رح يجي من السبك لفين ارتري ويروح للأكزلوري ارتري ويكمل بالبركيال ارتري والى آخر بهذا المعنى هاي الcollateral circulation رح تكون رح تكون بالعكس بالعكس شون يعني يعني الدم رح يمشي بالاتجاه المعاكس شون يعني شون رح يمشي بالاتجاه المعاكس طيب فهمكم ادنا احنا رح يصير هذا عبارة عن ارتري عبارة عن ارتري معرض ان يكون بي لجنز يعني شون لجنز يعني ممكن يصير بانسداد انسداد بمكان معين من هذي من الاماكن مالتا صار انسداد مثلا بالsecond part بالsecond part اللي هو هذا axillary artery رح يصير بانسداد بالsecond part مفرض جدلا انه بالsecond part طيب امن يصير بانسداد بالsecond part شنو اللي رح يصير هذا axillary artery مثل ما قاعد ينشوف هو المين artery اللي يغضي الابرلم يعني السبك الافياني يتحول الى axillary ويكامل الى بركيال والبركيال صار والنرو ريديو وعلى اخره طيب اذا هذا صار بانسداد يعني معناته انه بعد ماكو يعني ماكو بلد ماكو بلد يعني لباقي الابرلم طيب شن نتصرف جسمك شن يتصرف جسمك اللي رح يسويه رح يفعل collateral circulation collateral circulation شن معناته انت تخيل بهذا المكان الاخضر اوكي هذا المكان الاخضر صار اكون سداد مني يصير انسداد شن اللي رح يصير عندي هذا الارتري هذا الدورسل الدورسل scapular artery والسوبرسcapular artery اللي رح يكون هو هذا السوبرسcapular artery ذني الارتري شن اللي رح يساونا رح يسكونا actual anastomosis actual anastomosis يعني معناته anastomosis فعلى نشطة تقدر تعوض لو كان المين ارتري انضرب او صار بيشي فيعني معناته نقدر نعتمد actual anastomosis يعني نقدر نعتمد عليها هذا الدورسل scapular artery اللي عامل انستomosis وياما ويأثر كدورسل فمن يصير انسداد هنا شن اللي رح يصير الدم رح ييجي من هنا من السبكليفين ويكمل الى ال الى الثوركو دورسل ومن الثوركو دورسل رح يروح الى السبسكافيلر ومن السبسكافيلر رح يكمل بال axillary artery بال third part of axillary artery ومن axillary artery رح يكمل بالليبركيال artery ببساطة فصار انسداد هنا احنا نكمل طبعا مو فقط خلين نعوف هاي شوي مو فقط الثوراكو دورسل اللي هو هذا لا احنا ايضا عدنا السوبرسكابيولر ارتري هذا هو السوبرسكابيولر ارتري ايضا رح يعمل انستموسيز مع السيركونفلكسي اسكابيولر ارتري وهذا ايضا رح يعمل انستموسيز مع الثوراكو دورسل فصارت اكو عدة اماكن احنا ممكن ندخل منها وبعد هذا الارتري ايضا يعمل انستموسيز مع الانتركوستل ارتريز اوكي اعرف انها هي شوية صارت confusing بالنسبة لكم خلي رجع الشريط من البداية نرجع لين الهنانة نرجع الهنانة خلي رجع الشريط من البداية احنا قدنا axillary artery وعد كثير من الbranch هاي فهمناها هاي بالنسبة لنا مفهومة الbranch اللي رح يكون الاهتمامنا عليهم هو الثوراكو دورسل artery هذا هو الثوراكو دورسل artery ورح يكون اهتمامنا علي الدورسل scapular artery رح نشوفه بعد شوية ما يبقين الا بديت الصورة ورح يكون اهتمامنا ايضا على السوبر scapular artery فعدنا several arteries رح يكون اهتمامنا بيهن احنا شنو اللي ريده شنو الريده وين ريد نوصل احنا صار عدنا انسداد هنا صار عدنا انسداد هنا بالsecond part اريد نتخطى هذا الانسداد لانه اذا احنا ما تخطينا الانسداد شنو معناته معناته ما رح نقدر نوصل دم للابرلم واذا ما وصلنا دم للابرلم يعني معناته كل شي بالابرلم رح يموت انترك يموت انترك يموت ولا نعالجه لا نعالجه افضل طيب شون رح نعالجه عدنا هذا السوبر اسكابيلر ارتري هذا السوبر اسكابيلر ارتري هذا السوبر اسكابيلر ارتري يعمل انستموسيز مع السركم فلكس اسكابيلر ارتري طيب هيعدي منفذ المنفذ الثاني هذا الدرسل اسكابيلر ارتري الدرسل اسكابيلر ارتري يعمل انستموسيز ويعمل يعمل انستموسيز مع ويعمل انستموسيز ايضا مع طيب هاي صار اثنين باثنين يعني اثنين اماكن انا اجيب من ادها الدم واثنين اماكن اودي من خلال هالدم الى نشوف بهذه الصورة اللي رح تكون واضحة الانسداد هنا انا عندي ارتريز قاعد تجي من السبك اللي هدنا اثنين السوبر اسكابيلر ارتري والدرسل اسكابيلر ارتري اثنين عندي الدرسل اسكابيلر ارتري رح يعمل انستموسيز مع منو مع الثركة درسل ويعمل انستموسيز ايضا مع السيكونفلكس اسكابيلر ارتري عندي اني السوبر اسكابيلر ارتري ايضا السوبر اسكابيلر ارتري رح يعمل انستموسيز مع منو مع السيكونفلكس اسكابيلر ارتري وثنين ما قاعد نشوف هذا السيكونفلكس سيعمل بالنهاية شن اللي استفادته سركاني مباشرة here تخطيت هذا الانصداد بأنه حدت الدم مباشرة من السبكلفين رحت لثيرت بارت المباشرة عواق المسألة والمسألة فعالة هذا نسمي الالكولاترال سيركوليشن هنا نسمح اهتمامنا السبسكوبيلار ارتري ليش محور اهتمامنا السبسكوبيلار ارتري لأنه الـ مالتا اللي هنا ثراكو دروسل والسركون فلكس الاسكوبيلار ارتري اثنين هن هنا اللي رح يستلمن الدم بدل ما كان انهنه يضطن دم صار انهنه ياخذن دم ياخذن دم ويرجعنه فصارت السيركوليشن بالسبسكابيلور ارتري معكوسة لهذا السبب سميناها كولاترال سيركوليشن بهذا المعنى طيب عدنا بعد شي ثاني اللي هو سلو اكلوجين وصدن اكلوجين شنو معناته سلو اكلوجين سلو اكلوجين معناته انه انسداد هذا الارتري يكون بشكل تدريجي بطيء ما ينسد رأسا ما ينسد فجأة ينسد بشكل تدريجي اذا انسد بشكل تدريجي الكولاترال سيركوليشن رح تكون فعالة ورح تعمل بهذا المعنى ليش اذا انسد بشكل تدريجي يعني معناته الدم اللي جاي مننا رح يتعرض الى ضغط بالنهاية ما رح يقدر يمر بسهولة والدم جزء من عنده رح يتجمع عوين بالسبك لفين ارتري لانه ماكو مكان يدخل مننا المكان هنا نضيق فشن اللي رح يصير من يتجمع رح يعمل بشكل تدريجي اما اذا صار رح يتأخر الدم هنا من رح يوصل لهنان رح يتوقف رح يتأخر الدم الى ان يتجمع 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 مو سلو اكلوجين يعني مو بشكل تدريجي لا رأسا انسد الارتري شن اللي رح يصير رح يتأخر الما يعمل collateral circulation واذا تأخر الما عمل collateral circulation يعني معناته لازم يصير ادي اسكيميا والاسكيميا تأدي عندي الى الى نكروسز يعني سال ديث يعني الخلايا رح تموت لانه اكسجن ما قاعد يوصل لها بهذا المعنى فالسكن اكلوجين الكولاتر سيركوليشن ما رح تكون فعالة به بينما الاسلو اكلوجين الكولاتر سيركوليشن رح تكون فعالة للي ما فهم للي ما فهم البرسيجر او اللي ما فهم كل اللي قلته يرجع يدي المحاضر ورح يفهم طيب ولكن كمراجعة احنا كل الفكرة انه هذا الى اكزلاري ارتري هو عبارة عن المين ارتري اللي احنا قاعدنا المين ارتري اللي يجيب للدم للأبرلم فحتى يكون احنا اجسامنا او جسمنا فعال فلازم تكون عنده مقاومة لأي ظروف ممكن تصيبها اي ظروف طارئة منها انه يكون عنده سلو اكلوجين او يكون اكو انسداد بهذا الارتري فشن اللي يسوي هذا الارتري اذا المنفذ الرئيسي انغلق يفتح منفذ ثاني المنفذ الثاني اللي هو ناخذ بعد نظرة سريعة على هذا هو هذا مثل ما قاعد نشوف عامل مع و ما اشي الامور كلها تمام ونلاحظ انه الاسهم قاعد تشير من قاعد الصير اتجاه نرجع شوية اللي وراء نشوف انه هذا السهم قاعد يمثل شنو او قاعد يوضح يعني هذا الليجيشن الاخضر الليجيشن الاخضر يعني انه رح يشتغل تمام رح يمثل اما هذا رح يمثل او رح يمثل او ثاني مو مهم يعني انا صراحة ما اريد ادخل بتفصيل هذا انا اريد افهم اريد اوصل فكرة فقط الكولاترال شنو معناتها هذا اللي يهمني واللي يهمني ايضا الكولاترال سيركوليشن اوف اكزيلاري ارتري لانه احنا الكولاترال سيركوليشن مو فقط بالاكزيلاري ارتري موجودة عدنا بغير اما اكتر رح نشوفها بالأبو جوينت ايضا رح تكون اكو كولاترال سيركوليشن رح نتعرف على الكولاترال سيركوليشن مو فقط يعني هنا فحبيت انه ناخذ فكرة متعمقة فارجأ اشير الى انه الاسهم قاعد تشير الى اتجاه الكولاترال سيركوليشن وشن انه الدم قاعد يصير بنعكاس بالاتجاه لو نلاحظ هنا لما نوصل لالثيرت بارد رجأ الى مسار الصحيح ومشه بوصل يعني البركيال ارتري عن طريق المين المين باثوي بهذا المعنى وهذا ايضا قاعد يتمثل هنا هذين الاتجاهات نلاحظ انه قاعد الاتجاهات تكون باتجاه السب اسكابيلر ارتري السب اسكابيلر ارتري سيرجع الناي الى المين باثوي ورح يوصل الى بريكيال ارتري بشكل طبيع ومنطق ولطيف الان ننتقل الى الارياتيين اوف بريكيال ابلاكس الارياتيين اوف بريكيال ابلاكس اكو شي اسم بريكيال بريكيال ابلاكس شنو معناته طبعا ما عدي صورة عنها صراحة هالي بريكيال بريكيال ابلاكس ولكن هي كل الفكرة من اسمها بري شنو معناته انه بدل ان تكون C5 C6 C7 C8 T1 رح تكون C4 C5 C6 C7 C8 T1 ما اكو بهذا المعنى هاي اول ممكن يعني ممكن ببساطة بشر اطلاقوهم انه يبلش الريكيال من C4 طيب اكو ثانية انه الريكيال بريكيال 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 اللي هي رح تكون اكسها بدل ان تكون من C5 رح تكون من C4 C7 C8 T1 و T2 كل هن ذنين رح يكون يعني عدى C5 يعني الريكيال رح تكون C4 بدل T1 يعني من البداية اما البوست يعني C4 رح تاخذها وتترك C1 اما البوست فرح تترك C5 وتاخذ T1 هذ هي الفرييشن شنو ممكن نتسبب هل فقط بالروتز لا مو فقط بالروتز ممكن توصل للترانكز ممكن توصل للدفجنز وممكن توصل للكورلز وممكن توصل للترمال برانجز مثلا الميديا ممكن بدل ان ياخذ الاترال راح ياخذ مثلا تو لاترال روت و جست ون ميديا روت او العكس راح ياخذ لاترال روت واحد ورح ياخذ تو ميديا روت روتز بهذا المعنى يعني راح تكون ببقية البراكيال بلاكس ولكن اهنا طبعا دائما نقدر نعرف الميديا وين الالدنر وين ال اكزلار رادي كل هن راح نقدر نعرف من خلال الترمال راح يطلع بالنهاية اكو ترمال برانجز راح نقدر نفهم هاي الام يعني ممكن مو تكون ام ممكن تكون غير الام لان وذا ذاني صار ثلاثة صار غير الام ولكن بكل الاحوار راح نقدر نعرف الفكرة انه هنان احنا نخلي ببقنا انه اكو يعني من كل البشر مثل بعضهم لازم يكون اكو بها المعنى طيب الان انجريز اوف براكيال بلاكسز الانجريز اوف براكيال بلاكسز فشي كبير وعميق واني ما حبيت صراح انه اتعمق بالان لعدة اسباب السبب الاول انه احنا مثلا الالنر ارتري النر ارتري شنو يغذي بالضبط احنا بعدنا ما نعرف مثلا الاكزيلر ارتري شنو يغذي بالضبط نعرف كم شغلة يغذي هني هنه مصز ولكن الكوتينيوس ونورفيش ما نعرف ها بضبط شي غذي وهكذا فاحنا ما ملمين بكل شي ما ملمين تماما بكل شي ولكن حبيت ايضا ناخد فكرة انه اكو يعني اكو انجريز تصيب البروكيال بلاكسز من بدايتها ممكن تقطع لي روتز هي هاي اول فكرة رح ناخذها عن انجريز وبروكيال بلاكسز ورح نكملها لما نكمل باقي النير والشغل المستقبلي جاي وعلى هذا مثلا الشاب الوسيم شنو اللي صار عنده صار عنده hyper stretching او هذا stretching out صار over يعني مثل ما قاعد نشوف over شنو اللي رح يصير هذا شنو اللي رح يصير او خلي ملش من الاي موحسن هذا مثلا صار عدة حادث صار عدة حادث motorbike accident او انه واحد شمارة واحد شمارة مثلا هذا كان قاعد يعني على المائدة قاعد يأكلون وما عجب اكو واحد هذا ما عجب لواحد فهذا شمارة من شمارة صار بي اللي صار بي انه صار stretching لل neck يعني over stretching شنو اللي رح يصير هنا رح تقطع superior part من من اللي هي c5 و c6 وفي حالة اذا كان اكو prefixed بركيال بلاكسس رح تكون c4 c5 يعني بهذا المعنى فترة رح تكون superior يعني superior كل رح ينضرب هذا المعنى وجزء منه حسب stretching وقو تأكيد اكو variation بهذه النقطة هنا طبعا هذا رح يكون هذا نسمي يعني هذا رح تكون ايدة بهذا الشكل ايدة بهذا الشكل ما رح يقدر يسويها مثل هاي لأسباب معينة رح نعرفها بعدين لانه منعرف النفس يعني يحتاج انه نتفصل به حتى نفهمها c هذا طبعا هذي بالولادة بالولادة انه احيانا دماغ هذا الطفل يطلعوا ويسحبوا لانه يضال عاصة هنا يعني فيسحبوا من يسحبوا قاعدة تصير نفس هاي الحالة هنانا ومنها رح يقطعون السوبرير السوبرير ترانك او جزء من عنده يعني جزء من السي فايف والسي سي سي روتز هذا هنانا الشاب الوسيم اللطيف اللي عرفناه يعني هس اوه زعل شوفوا شون زعلان شون اللي صار عنده هذا هذا قاعد يتسلق شجره يقطع نابوك يعني قاعد يقطع نابوك و يعني اثناء ما قاعد يقطع نابوك يعني فلت وما بقالة غير بس يدي يتسلق بها او قطع الانفيرير بارت من الفركيال بالاكسز اللي هي غالبا تكون تي و سي ايت سي ايت و تي و يعني فبهذا المعنى ايضا ادنا هذا نفس الحالة هذا وهذا نفس الحالة اوك يمكن هو هذا نفس يعني يمكن نفس لانه وهذا سوابق يعني كان بهذا المعنى ادنا ايضا هذا احيانا شوفوا شون رأس حاشر اوك ما يقدر يطلع فيجروا من ايده اوك يجروا من ايده و رح يصير عنده ايضا ايضا اه تمزق هذا المعنى تمزق هذي شنية مو مهم يعني هذي ايضا اكو يعني او خلوا نقول ال مالتها هاية ال مال هاية او او هاية هاية مال هاية او هاية ايه هاية اه اه وبالمستقبل رح نعرف اكو يعني كثير مثل مثل هاي ال ايضا ايضا رح نتعرف على اسما معينة وافكار معينة رح تساعدنا بفهم هذي الامور ايضا اكو نقطة اه حبيت ام اشير لها ادنا احنا ال بريفيكست وال بوست فيكست بركيال بلاكسز احيانا نذني لانه يصير لهم خاصة يعني شون يعني مثلا الربس يصير يضغط اوكي يضغط بكيفية معينة يعني لما يصير اكسيدنت لما يصير مثلا جهد زايد مثلا او يحمل اثقال معينة او 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 يصير اكو كومبريشن عليها خلنشوف هذه المعلومة بركيال بلاكسز بلوك بركيال بلاكسز بلوك مو معناته انه بركيال بلاكسز تضطينا بلوك لا احنا نضطيها بلوك شايف واحد بلوك بركيال بلاكسز معت اي ممكن يسويها ياخذ الواهز يعني انجكشن اف ان انستاتيك انستاتيك سلوشن انستاتيك سلوشن يعني ممكن يكون هو دوة طبيعي دوة اوكي ناخذها باي انجكشن ولكن يكون ب انستيجيا يكون بشوية انستيجيا طيب انتو ارميديتلي سوراوندين اقزلاري شيث الاقزلاري شيث هو عبارة عن الشيث اللي راح يحتوي على ال بركيالي بلاكسز وال اقزلاري الارتر بال اقزلاري فين ذن وكل هن راح يدخلا بال اقزلاري شيث بهذا المعنى شن اللي راح يسوي هذا ال انستاتيك سلوشن انترابت انترابت شن معناته يعني راح يقطع ال انستاتيك يعني شن اللي راح يسوي لان هذا ال انستاتيك انستاتيك يعني مخدر فاللي راح يسوي راح يبلوك راح يبلوك اوكي ال بركيالي بلاكسز راح يوقف ال نير انبوسز ال مرح توصل ال انبوسز بصورة طبيعية فاللي يخلي شنو راح يأدي باندي الى شنو الى انستيجيا يعني راح يصير عندي خدر بإيدي كل اذا صار بها بلوك او صار بها انستيجيا فما راح توصل يعني ما راح يكون اكون انير و بالنهاية يصير لها شلل بهذا المعنى ولكن اكيد موقعت الآن يسود تأثير الدول فهي المعلومة كلها تريد تأدي عندي الى انه من تريد تطي انجكشن ارف ان تطي ها مو الجسم هو مو بعز اعني بكيف اقوى تريد تطي انجكشن تطي ها مثلا واحدة من الامور يقولون انه بالكتف بالدلتويد ممكن يعني يطون انجكشن بالدلتويد مصل ولكن مايحبدون هذا الشي لان الدلتويد مصل موقعت كل الناس اكيد اذا هو ما رايح للجسم ولا متمرن راح تكون عنده ثن فمن تكون ثن انت من تطي انجكشن ممكن انت راح يعني سوراوند سوراوند الاكزلاري نيرف اوكي الاكزلاري نيرف اللي راح يغذي الدلتويد مصل ورح يسبب انستيجيا نيرف موجود بالجسم اللي راح يكون بالغلوتيال يعني منطقة الارداف ممكن مثلا الطفل بطريقة معينة انه يطو النيدل يكون كبير او اي شي ما يعني ما الانجكشن يوصل للسيات ورزي كلها تنشل تختر الى ان يزود تأثير الدول بهذا المعنى يعني فلازم يكون احنا لازم نكون على شي لازم نكون فاهمين لهذا الشي حبيت فقط اعمل مراجعة سريعة ما عرف ليش اليوم انا حابب اعمل هواي مراجعات ولكن مراجعة سريعة اخذنا شي اسم وفهمنا انه شنو الغاية من عند اذا صار او بأي مكان معين يعني بالثار راح نقدر احنا نفتح طريق ثاني ونوصل الدم من خلال ال مباشرة حتى نتلافع هذه المشكلة تعرفنا على الانستموس وعرفنا الارتري اللي راح تساهم بهذه الانستموس وايضا تعرفنا على الاسلو اكلوجن والسودن اكلوجن كل هذان يتعرفنا عليهم وتعرفنا على اللي كانت عبارة عن ال بريفيكس و وادي ال post fixed brachial plexus واخذنا ال injuries و brachial plexus وقلنا انه ما راح نتفصل بهذه ال injuries مجرد راح ناخذ فكرة انه عن الحوادث اللي ممكن انتصر تأدي ال injuries بكامل brachial plexus اخذنا ايضا فكرة عن brachial plexus block انه ال injection عرف وين تطيها واذا انت ما الهنان انتهت عندي المحاضرة اتمنى انه كانت محاضرة لطيفة كان بها شوية مراجعة بال axillary artery ولكن كانت لطيفة الى حد ما هذه المحاضرة رقم 5 عن axillary وقعدنا محاضرة واحدة فقط محاضرة رقم 6 رح تكون مجرد revision غالبا رح ينزل مع بعض وكي رح حاول شوية بعد مبينات ولكن رح تكون محاضرتين ونكون خلصنا axilla هذه والقادمة ورح يكون الشغلة الجاي رح يكون عن arm رح يكون عن arm و بس share subscribe وإلى خري من هاي الحلويات ونلتقي بمحاضرة أخرى